نروح للجودو جودو أحد الاتحادات والألعاب اللي أيمى بشغل كبير جدا واللي محطوط عليها أمال كبيرة في باريس عشرين وعشرين خاصة أن فيه قيادة شابة في الاتحاد يعني يمكن كابتن مرزوق علي أول دورة ليه واستطاع أنه يلم الشمل في لعبة الجودو وأنه يقدر يلم حواليه طبعا أو معه بلاش حوالي يلم معه كل رموز اللقبة بداية من كابتن محمد رشوان الأسطورة الكبيرة في الجودو وأحد أبطان الأولمبيين فإذا الجودو من الألعاب اللي دايما هتبقى أخبارها موجودة معنا لأننا متوسمين خير اتحاد الجودو أعلن قائمة منتخبين الشباب والناشئين في البطولة الأفريقية لتلعب في كينيا هيسفروا بكرة إن شاء الله وعلن قائمة نهائية وهم رايحين عشان يحصدوا أكبر عدد مديليات ويتصدروا ترتيب البطولة وخلينا أقول لحضراتكم القوائم قائمة الشباب أو منتخب الشباب مكون من يسري سامي عادل حمادة مروان التناهي زياد الدالي علي عبد العال عمر الرملي هادي حسين أحمد عبد السميع نورة سالم نادا فايز حنين الطيب تسنيم رجدي فاطمة غانم أفنان شحاتة فريدة مجدي فرح شرف صفا سليمان أما قائمة منتخب الناشئين فضمت كل لمن مروان سالم ياسين صبرة رمضان سعيد فارس إبراهيم عمار أبو هاشم عبد الرحمن السيد مصطفى زياد فاطمة محمد زينب صفا نادا فايز سجدة غنيم فريدة مجدي صفا السليمان والجهاز الفني طبعا بيضم الأسطورة كابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات ومعه كابتن السيد أبو ميدان وكابتن حاتم عبد الآخر وكابتن محمد علي وكابتن محمد محي وطبعا دي لقطات من آخر تمرينة وهم مسافين بكرة إن شاء الله على نيروبي ميزة لنيروبي بتبقى يعني رحلة واحدة دايركت بتبقى على نيروبي المشكلة فيه نيروبي هي الأكسوجين كلنا لعبنا في كينيا وعارفين إن كينيا بترتفع 4000 أدم فوق سطح البح وهو ارتفاع يترتب عليه كلة الأكسوجين في الجو وانت عندك 3 أيام بيبقى جسمك لسه محتفظ ببعض الأكسوجين اللي انت جاي فيه بعد 3-4 أيام بيبقى مأساة كبيرة انت بتلعب 5 دقايق بتلاقي نفسك النفس قطع لأن يعني انت جسمك محتاج أكسوجين والأكسوجين يدخل لك قليل بتخل لك على الأسبوع أو 10 أيام أو بالما جسمك يبتدي يتعدل تاني أو يعدل من نفسه احنا كنا هناك لما بنلعب مع المنتخبات أو مع الأندية كنا ما فيش لو رحنا أول 3 أيام بنبقى كويسين بعد كده بنطلب التغيير مباشرة أنا بصفك على اليوم الحقيقة في نيروبي إن شاء الله هم أدها الحاجة التانية ده دليل إن ليه أو ده يعني إثبات أو يعني زي ما تقوله يعني أكيد ده السبب ليه عدئين الكينيين هم أحسن عدئين في العالم لأنه هو عايش في معسكر طول الوقت بيتنفس أكسوجين قليل بيجري في أكسوجين قليل عايش في أكسوجين قليل فهو مش محتاجة من المعسكرات بره عشان كده عدئين كينيا هم الأفضل على مستوى العالم لأن حجم الرئة بيكون كبير والأكسوجين بيكون قليل فبيقدروا يتحملوا هذا في كل التوفيق للجود وإن شاء الله في بطولة الشباب وناشئين طبعا رجال وسائية يعني ناشئين وناشئات وشباب وشبات لتنين مش بس شباب وناشئين